موسيقى اهلا بكم النهاردة هنتعلم ازاي نعمل داونلود لاي سوفتوير من على دريم سبارك اكاونت هنبتدي باول خطوة وهي ان احنا نعمل اكتيفجن للاكاونت بتاع دريم سبارك كل واحد باعت ايميل عشان يبقى عنده دريم سبارك اكاونت اتبعت له فيريفكيشن كود على الايميل بتاعه وهي دي اللي هنستخدمها عشان نعمل اكتيفجن للاكاونت عشان نقدر نعمل منه الداونلود لاي سوفتوير دلوقتي هنفتح بينج سيرش انجين ونعمل سيرش على دريم سبارك وبعد كده هنفتح اللينك بتاع مايكروسوفت دريم سبارك الخطوة الجاية انكم تركزوا معايا وتنسوا البنت اللي بتلعب في السمارتفون هنعمل كليك على ستودينس دلوقتي هنعمل كليك على كرييت اكاونت وهنعمل انسورت للديتا بتاعتنا زي الفيرست نيم لاست نيم وتاريخ الميلد والايميل بتاعك واللانجوج بتاعت الدريم سبارك اللي عايز استخدمها والكونتري او ريجين اللي انت فيها وطبعا بتعمل باسورد للدريم سبارك اكاونت بتاعك ولو عايز اتبادلك اخر الاخبار والاوفرس بتاعت مايكروسوفت سوفتوير اعمل تشيك للشيك باكس الاولاني والتاني وبعد كده كليك continue to verify ودلوقتي هنعمل انسورت للفيريكيشن كود اللي اتبعتت على الايميل بتاعك ولو عملت انسورت للفيريكيشن كود غلط ما تقلقش لسه قدامك محاولتين وبعد كده كليك map your accounts وبعد كده هتعمل sign in على الايميل بتاعك وبكده بقى دريم سبارك اكاونت بتاعك activated وتقدر تنزل منه اي سوفتوير في اي وقت عشان نعمل download click students وبعد كده click software catalog ودلوقتي هنعمل download لvisual studio 2013 اول حاجة بنختار اللانجوج اللي احنا عايزين البرودكت بتاعنا يشتغل بها بعد كده click على get key وهيزهر لنا الكي اللي هنعمل به اكتيفيشن للبرودكت بتاعنا لما نيجي نعمله install وبعد كده click download وبعد كده نعمل download للsdm او secure download manager ونعمله install وبعد كده نعمل download للsdx اللي هيبقى فيه link للبرودكت بتاعك عشان تقدر تعمله download ونختار المكان اللي عايزين نعمل فيه download وبعد الdownload ما يخلص هتلاقي ISO image في المكان اللي انت اخترته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة